أهلا وسهلا لكم وأهلا لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية مرحبا رئيس المجلس العسكري الانتقالي تعهد للأمين العام للأمم المتحدة بالعودة إلى النظام الدستوري دون تحديد مهلة معينة لذلك ألا نعتبر هذا تمسكا من غايتا بمقترح تمديد المرحلة الانتقالية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد لا نعتبر ذلك تمسكا بالموقف السابق لحاشم قويتا لأن حاشم قويتا قد أعلن للجميع أنه يتمسك بمبدأ الحواع على الرغم من الخلافات العميقة والقوابات لكواس البلاد مع كل ذلك حاشم قويتا أكد بأنه يعني يبقى على باب الحوار مفتوحا بين الجانبين بين الدول المالي وبين الإكواس إذن فقوله بأنه يعني قوله باستمسك يعني بمبدأ العودة إلى يعني الحكم الدستوري فإنه يعني هذا يعني كلام جاد هو جاد يعني فيما يقول يعني جاد هذا كلام جاد وكلام صادق وهو فعلا يسعى يعني للخروج من هذه الأزمة يعني بطرق سلمية وبحوار نعم في إطار هذا المسعى سيد محمد الجزائر تربطها علاقات وطيدة مع مالي وكذلك مع دول إكواس كيف يمكن للاتحاد الأفريقي أن يستثمر في هذه الثقة التي تحظى بها الجزائر لدى الجانبين فعلا يعني أنا أرى بأن التحاد الفريقي والإكواس بمعنى يريدون أن يدخل الآن في مالي من بوابة الجزائر يعني مع الخلافات ومع الأقوبات الآن يعني يعني ذهبوا إلى بوابة الجزائر لماذا يربط الجزائر بمالي من علاقات وطيدة يعني تاريخية من زمن الاستقلال إلى يومنا فالبردان قد عاشوا جنبا إلى جنب يعني في الأوقات يعني الصعبة العصيبة من زمن يعني الاستقلال حتى يعني كان يعني المرحوم بلغين بالتفريقة طهنة يعود مالي يعني بلده الثاني إذن لماذا للعون الذي يعني بذله مالي مربوكيتا يعني لجزائر تحت الاستقلال إذن فيربط مالي هذا الأقوة الوطيدة للجزائر بالإضافة إلى يعني المساحة الجغرافية الشاسعة يعني يتقاسمها البردان معا يعني فالجزائر يفتاح الأزمة يعني المالية من كل هذه الجوانب جوانب الجغرافية وتاريخية والسياسية فالجزائر تملك يعني كل الأوراق يعني الرابحة لوجود يعني لتوصل إلى حل يعني وسط بين المال هل تعتقد أن إكواس وسلطات باماكو ستتجاوبان مع مطالب مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي بالالتزام بمبادرة الجزائر نعم أنا أعتقد ذلك على كل يعني أولا كما قلت يعني الجزائر أنا أعود بأن الجزائر يعني ما بعوثة للإكتراد أفريقي وللإكواس وإن كان ذلك لم لم يصرح بذلك هذا من جانب من جانبهم ومن جانبنا يعني أنا أعتقد وأؤمن بأن الرئيس المرهلة الانتقالية يعني سيقبل مبادرة الجزائر وإن شاء الله يعني لن يعني يبخر بأي مبادرة بأي مسعى يعني لرد على الجزائر يعني إيجابيا لأن الرجل يكن للجزائر بالإحترام يكن للجزائر بالخير لأنه يعني قد يعني حارب في الحدود الجزائرية ويعرف يعني قدرات الجزائر في كل النواهي الأسكرية والاقتصادية والسيافية فالرجل يمكن للجزائر بكل إحترام ولن يقبل ولن يعني ولن يضع أي عراق الأمام يعني مبادرة الجزائر وأمام وساطة يعني للجزائر واضح واضح جداً المحلل السياسي والباحث في الشارع الأفريقي ومنطقة الساحل سيد محمد بن مصطفى سنغاري شكراً جزيلاً لك كنت معنا مباشرةً من باماكو